منذ بداية الأحداث في غزة في أزمات داخلية كتير بتواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي خصوصاً أن الداخل الإسرائيلي بيعتبر أن نتنياهو فشل من الناحية الأمنية في مواجهة عملية طفان الأقصى وطبعاً ترتب عليها أحداث غزة اللي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي من وجهة نظره خلينا نعرف إيه اللي بيدور في الداخل الإسرائيلي مع ضفنا الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة يا دكتور صباح الخير فان. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ما الذي يحدث في الداخل الإسرائيلي؟ الداخل الإسرائيلي باستمرار فيه قلق وفيه مظاهرات من قبل أحداث غزة ومن بعد أحداث غزة ويمكن أحداث غزة جزء من هذا القلق ومن هذه المظاهرات. إزاي؟ إحنا عرفين أنه إسرائيل بقالها مدة فيها مظاهرات ضد التعديلات القضائية اللي كان النسانية عايزة يسيطر بيها على المحكمة علياة من حوالي شهرين أنا كتبت الكلام ده فعليا أنه من المنتظر أنه الحكومة الإسرائيلية تحاول التغلب على هذه المظاهرات بفتح الصغرة أمنية متعمدة يدخل منها فدائي يقوم بعملية مسلحة وتلتفت للداخل وتحمر لهم عنيها بالعربي كده وتحمر لهم عنيها وتقول شغلتم الأمنة عن الحدود ارجعوا لبيوتهم فيرجعوا. مع الأسف أنت لما تخرج من بيتك الصبح وأنت متوقع فيه مطر ممكن تلبس جاكت عشان المطر لكن لو مطر جيسيل ممكن يكتسح أي حاجة قدامه مهما كنت كابس ده اللي حصل يعني فيه تراخي أمني متعمد؟ هو ساب صغر أمنية متعمدة عشان يدخل فدائي يعمل عملية لكن الصغرات الأمنية اللي تركت اللي تركت دخلت ألف فدائي عملوا اكتياح اللي حصل في سبع أكتوبر كان مخطط له من جانب المقاومة لكن ما كانش مخطط له جيدا من جانب إسرائيل فيه صغر أمنية متعمدة دي أكيد المجندين الإسرائيليين اللي بيشتغلوا في المطقة دي قالوا في أكتر من تسجيل إنه الجدار من الصعب اللي اقتراب منه مش مجرد اكتيازه اللي اقتراب منه لو قطة الرابط من الجدار بيعمل ألرم بيقوه بالدنيا كلها لو عصفورة وقفت على الجدار بيعمل ألرم فما بالك بما يدعون إنه ألفين مسلح فلسطيني عدوا من الجدار يبقى إذن كان فيه صغر أمنية متعمدة كان الهدف منها إنهم يقولوا للداخل الإسرائيلي كيف هي كده أنت مشغلتوا الأمن عن الحدود وبالتالي يتراجع الناس تحت ضغط تهديد الأمن لأنه النهاردة أنت شغلت الأمن عن الحدود لو استمرت لأ الأمن حيقبض عليك لأ حيعتقلك لأ حيقبض عليك وفاص فبالتالي يتراجعوا تحت تهديد الأمن دي مش سياسة حالية بس دي سياسة متعمدة من الحكومة الإسرائيلية طوال فترات وجود إسرائيل في لحظة معينة إذا المظاهرات تجاوزت هل دايما بيحصل قبل الانتخابات الإسرائيلية أو في الأجواء ما قبل الانتخابات الإسرائيلية بنلاقي اللي دا بيحصل في كل الأجواء اللي فيها احتجاجات في اللحظة اللي بيحصل فيها احتجاجات إذا كانت احتجاجات قليلة ومقبولة بيسيبوها لما تزيد عن الحد بيعمروا الحكاية دي وده حصل كتير جداً في تاريخ إسرائيل وعشان كده لأنه حصل كتير جداً ومتكرر في تاريخ إسرائيل فكان متوقع أنا واحد من الناس توقعته وكتبت عنه والكتابات موجودة لسه يبقى إذن اللي حصل كان متوقع ده قبل العملية بتاعت 7 أكتور بعد العملية بقى في البداية طبعاً الاحتجاجات تراجعت لأنه خايفين من أنه في خلال أمن يحصل الناس قعدت في بيوتها وبتدعم وبتعزز وبتستدع الخدمة في الاحتياط 656 ألف جندي مستدعين وقفوا الداخل الإسرائيلي كله لكن بعد أسبوع عشر طيام بتاعت الناس تفوق اللي بيحصل ده مش طبيعي فبتدت تنزل مظاهرات تانية أهمها مظاهرات الناس اللي أهلها بيحتجزوا اللي أهلها سقطوا في الأسر تعالى الأول نتكلم عن الناس اللي سقطوا في الأسر دي لأنه فيه شوق فهمة كبيرة جداً بالنسبة له بيدعوا أنه فيه مدنيين كتير قوي سقطوا في الأسر من سقط في الأسر سقط نتيجة لمهاجبة مواقع عسكرية القوات الفلسطينية اللي اقتحنت هجبة مقر قيادة فرقة غزة ومقر قيادة المنطقة الشمالية وأحد مقرات الموساد وأثرت منهم عسكريين كتير جداً النهاردة وانت بتعمل عملية فدائية وبتؤثر عسكريين أو أنا أخذ بالك الفلسطينيين اللي دخلوا كلهم كانوا لابسين زي عسكري ما فيش حد يدخل بزي مدني يعني مع كده أنهم ملتزمين بالقواعد الدولية لمقاومة الاحتلال الاحتلال في تعريف القانون الدولي هو عملية عدوان متواصل والمقاومة حق المشروع لمن يخضع بالاحتلال فهم ملتزمين بقواعد القانون الدولي ارتدوا زي عسكري ودخلوا وأثروا عسكريين لكن وانت بتعمل عملية عسكرية ممكن يصدفك مدنيين لما بيصدفك مدنيين هل الأفضل أنت تقتلهم ولا أنت تاخدهم معك وتفرج عنهم بعد كده ده اللي حصل أنه صدفه مدنيين ولأنه عنده النحية الإنسانية عالية ما يوضيش يقتلهم خدهم معاه عشان ما يبلغوش اللي في عملية ولما خدهم معاه خدهم فترة وبعد كده ابتدى يفرج عنهم فأفرج عن المدنيين اللي عنده اللي هو بيحتاجه عسكريين سواء في قوة العسكرية في القوة الحالية أو في قوة الاحتياط حاجة تانية الأجانب اللي بيقولوا أنهم محرجزين في غزة أغلبهم في الأساس يحملوا جنسية مزدوجة وأغلبهم في الأساس يخدموا في جيش الاحتلال يعني ما فيش أجنبي بمعنى الفون ما فيش واحد أمريكي بس واختينه أسير ما فيش واحد بريطاني بس واختينه أسير لكن الأجانب ما تشدق الإعلام الإسرائيلي بأن كل المواطنين الإسرائيليين جنود احتياط في جيش الاحتلال دي نقطة تانية كمان دي أهم لكن اللي أنا عايزة أقوله أنه حتى الأجانب بياخدوهم كانوا بياخدوهم في جيش الاحتلال عايزة أشيل نقطة صغيرة قوي في الحتة دي في ظاهرة ظاهرة دولية ويجب أن يلتفت لها العالم كله ويجب أن يعاقب عنها لأنها ظاهرة خطيرة أنه في بخات سياحية بتتعامل في إسرائيل أنه نعلن عن نزهة في إسرائيل نجيب واحد من فرنسا وده حصل من فرنسا بزياد ومن بريطاليا وده حصل من بريطاليا بزياد نجيب ناس منهم يتفسحوا في إسرائيل بنقولهم هتعيشوا التجربة الإسرائيلية جزء من التجربة الإسرائيلية أنه يعيش يومين في مستوطنة ويعيش يومين في مدينة إسرائيلية ويخدم أسبوع في جيش الاحتلال ينزل يصطاد فلسطينيين يقتلهم بالرصاص وبكايا روحي أو أمسوت الناس دي لازم تحكم كمجرمي حرب لما يحصل حاجة دا كده لازم لما يرجع بلده يحكم كمجرم حرب نرجع لموضوعنا يبقى إذن الجنود اللي أخزوا في العمارية في 7 أكتوبر دول جنود وجنود في جيش الاحتلال وهم أخزوا بموجة مع عمالية عسكرية في إطار مقومة مشروعة بينظمها مقومة دولة يبقى إذن ما ترتب على كل هذا من خطاب إسرائيلي ومن خطاب أمريكي هو باطل ولا يجب أن ينتزل به أحدا لو جينا قلنا إن اللي بيحصل ده كله في الآخر للتغطية على الوضع شديد السوق لنتنياهو في الشارع الإسرائيلي خصوصا أنه تأخر كثيرا في إعلان مسئوليته عما حدث يمكن قعد فترة طويلة جدا أسبوعين أو أكتر ولم يعلنها بشكل صريح الشارع الإسرائيلي بيحمل المسئولية كاملة لا يخفى على أحد أنه هو وضعه شديد الصعوبة السياسية هل ده حيدفعه لمزيد من التصعيد ومزيد من الوحشية حتى يغازل اليمين المتطرف نتنياهو الآن في موقف صعب لأنه زي بقول لحظة ذيك في مظهرات نزلت في الشارع بعد فترة بسيطة أهمها مظاهرات عائلات الأسرة بتطالب بوقف الحرب والتفاوض أولا لإطلاق صراح الأسرة في مقابل الأسرة فلسطينيين لأنه هناك حوالي ستة لاف فلسطيني أسرة في جيش الاحتلال ويجب الإفراج عنهم وجزء كبير قوي من عملية اللي عملها حماس في غلاف جزة هدفها الإفراج عن أسرة فلسطينيين لأنه هناك ناس في السجن الإسرائيلي بقالها أربعين سنة سجين بقاله أربعين سنة في ناس في السجن الإسرائيلي بدون محكمة في أطفال أطفال وأنا بكرر تاني أطفال سجناء في السجن الإسرائيلي وده بيخالف القانون الإسرائيلي الدولي في في ناس كتير بتموت في السجن الإسرائيلي ودي حاجة كمان عايز ألفت ليها بس حاجة حقولها بعد ما خلص حتة إذن نتنياهو في موقف صعب بسبب مظاهرات عائلات الجنود وبسبب مظاهرات أخرى به طالب بتنحيه عن الحكم لأنه أولا أخطأ في العمالية العسكرية في غزة سنين أخطأ بأنه انتظر حتى تحدث عمال العسكرية في العسكر سلسة أخطأ بالنسبة لقواعد المحكمة العولية اللي عايز غيرها احنا نصدر برضو من حضرتك مزيد من التفاصيل ومصير نتنياهو لكن دلوقتي معنا على التليفون الأميرة راشا يوسري المتخصصة في أشأن الإسرائيلي سبع الخير فان سبع النور أستاذ محمد سبع النور أستاذ منا أنا الحقيقة بشكركم جدا عن الإصلافة واسمحني بس أرحب كمان بالدكتور أفتازنا كلنا والدكتور أشف الشرقوي يعني أهلا بحضرتك إذا تحدث يعني كل يصمت أهلا بحضرتك أرحب بيك يا أهلا بيك طبعا ما في شك حالة من الانقسام والغضب في الداخل الإسرائيلي ما بين نتنياهو ووزير الدفاع وحالة من الغضب الشعبي أيضا في إسرائيل إزاي حضرتك بتقيمي هذه الحالة ونعكستها كمان على الحرب والتصعيد في غز أشوف حضرتك طبعا يعني هو الانقسامات بدأت مش من بداية العملية التي قامت بها حالة يوم 7 أكتوبر الانقسامات الحقيقة كانت بدأة بأشهر عديدة قبل ذلك حينما بدأت الحكومة اليمنية المتطرفة في تغيير المحاولة تغيير القضاء وقصة اللامعقلية وإنها تحاول أنها تفرض سيطارة على القضاء بشكل أبو أخر خرجت الشوارع وخرجت كل الناس في مظاهرات عالمة ضد هذا القرار من أجل إتناء الحكومة عن التحكم بهذا الشكل في القضاء الإسرائيلي وبالتالي الانقسامات داخل الجنبور الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي إلى أن وصل إلى الجيش نفسه يعني هنجب أنه قبل العملية كان فيه الاتدعاء ويرفضوا وأنهم يلقوا ذلك في مقابل أنهم خارع كله يختارش الأرض مطالبا بعد عدم تمرير هذا القانون في الكنزة الإسرائيلي بتحبل لمع حولية من القضاء والحكومة لا تستجيب وبالتالي الانقسامات سنت المجتمع الإسرائيلي في أضع ما يكون وذي كانت نقطة التي استغلتها الحماس أو المقاومة في محاولة أنهم يفردوا وجهة نظرهم ويفردوا الفتر المقاوم الذي يحاولون يوصله للعالم كله يعني نحن النهاردة بنشهد تكاتف في العالم الغربي العالم الأول لصالح إسرائيل غير مسبوك يعني النهاردة يجعلني برضو أسمي دور مصر جدا في وقفها مع الشعب الفلسطيني أنها تحاول تجيب صوت عاد الوراثين في مجابعة كل هذه الأصوات التي تتحدث اليوم عن أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها يعني لمجرد أن الأمين العام للأم المتحدة قال أن هذا لم يكن من فراغ ما قامت بها حماس يعني الإسرائيل بتدعو الاستقالات وابتدعو أنه لازم يتراضع عن ما قاله فالنهاردة نحن بنشهد موقف عالمي ضاغط جدا نهيه عن القسام الداخلي جوه إسرائيل اللي أنا شيكا هو بيأثر جدا في عملية نسمع عن تقارير أستاذة أميرة بتقول نسمع عن تقارير أن فيه وزراء حيستقيله عملية أن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي متردد كما يقال بسداشة الإسرائيل أنه يدخل برية لأنه هو مزيد من الخسار لن يتحملها الشارع الشارع الرجل فيه ضغط جدا بشأن المخطوفين والأسرة لدى حماس يريدون أبنائهم بصراحة وهذا هي المقولة التي الآن تتصدر كل المشهد الإعلامي الإسرائيلي أن هم عايزين يأخذوا أولادهم ويتم تبادل الأسرة أو أي ما يكون وبعد كده تبقى تشوف إسرائيل حل للمشكلة التي هي شايفها أبنائها حركة حماس الحقيقة ضربتها في مأسل الشعب الإسرائيلي الآن يفعر بأنه الجيش الإسرائيلي والدولة لم تستطع أن تحميك حاجة أخيرة عايزة أقولها لحضرتك أنه الإعلام في حرب على الأرض وفي حرب إعلامية تنتهج إسرائيل يعني جير مسبوخة يعني لك أنت تفاين الأسرتين اللي بواسطة مصرية ومش وسطة بس لا ده جهد مصري كبير جدا لإخراجهم من يد حماس وإصالهم عبر معبر رفح وإصالهم للجانب الإسرائيلي جهد حفيظ الحقيقة بنتمن دورها جدا فيه نهيك على إن وهي لمجرد أنها قالت أنها تعاملت أو أن حماس عملوها بشكل إنساني وكانت تأكل معهم ولمجرد هذه المقولة ما قالت قامت الدنيا أن ذلك أعطى انطباعا للعالم كله بأن حماس لديها إنساني ففيه دور إعلاني ضغط جدا في العالم كله في توحيد صفوف عالمية بأنه من حق إسرائيلي الدفاع الدفاع عن مبتاة ولا أحد ينظر إلى الجانب الفلسطيني اللي هو يعني بيقتل ليلة مهار يعني يتجاوز عدد ألف طفل ألف طفل منذ بدء العملية الإسرائيلية والقطفة على مدينة جزة تتجاوز العدد للألف طفل ولا يتحرك هذا ساكنة في المجتمع الدولي اللهم إلا مصر التي تقوم يعني بجهود يعني 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 يظهب عننا ذكرها أو بلوراتها كده في كلمات جهود الحقيقة يعني لإدخال المساعدات وفرملة هذا الجموح لانزلاق المنطقة في حرب كبيرة خليني أعيد طرح سؤالي بعد إذنك أستاذة أميرة حركبة كلمة عن انقسام كبير موجود في الشرع الإسرائيلي احنا شايفين كمان تقارير بتقول أن هناك انقسام شديد داخل الحكومة وفي تقارير عن نية لعدد من الوزراء بالاستقالة من حكومة نتنياه هو الانقسام الداخلي في إطرائيل اللي بيشهدوا للحكومة ليه مظاهر عديدة هما بيحاولوا يعني زي ما أقولك يعني حكومة حرب فكل كلما ما يتحدث أحد أو بعين المعارضة مئير بيحاول يتكلم أنه لابد من استقالة نتنياه يقال له لا أنت هذا الوقت المناسب انتظر حتى تنتهي الحرب طبعا الأمور ضغطة جدا لأنه الفشحة كله محمد الآن رغم أنه أكتر من مسؤول إسرائيلي خرج لمخبط الداخل الإسرائيلي في مقولة أنني أنا المسؤول يعني رئيس الأمن القومي قال ذلك وزير الدفاع كل من هما يعني أعلن أن المسؤولية تلقى على عاطقه إلا أنه المجتمع الإسرائيلي وشارع الإسرائيلي حمل نتنياه المسؤولية الكبرى على أم الإسرائيل الذي حدث وبالتاني الحكومة والمجلس الوزاري المصدر أو مجلس الحرب المصدر الأمني ده بيحث انقسامات بتظهر بوضوح من التصريحات التي تشير إلى كل يوم سنبدأ بالافتاح لا يعني سيكون المكان الوقت المناسب اللي هتروه وبعد كده هناك السعجدات المناورات على وشك الدخول كل هذه الأمور بتجدي انطباع واحد أن هناك انقسام انقسام داخل المجلس الأمني المصدر أن الحكومة دلوقتي تستقيق دي يعني مطروحة على الساحة ولكن أنا في رأيي أنها بتخطي صعوبة كبيرة لأنه إلا في حالة فو واحدة بس أنه يبتجي فيه تهدائق أنه يبتجي فيه قرار دولي أو مجتمع دولي يضبط على وجود تهدائق وانت بقى فيه تهدائق على الأرض أو مزيد من الأسرة يوصلوا لبيوتهم داخل إسرائيل ده حيشل المجتمع يهدى جدا وممكن تعيش يحصل حكومة جديدة أو يحصل أن الكناتز يبحث بالثقة من هذه الحكومة ويتم ترش يعني وزراء جدد خليني أقول لحضرتك حاجة على الانقسامات الانقسامات بدأ اتظهر بوضوح جدا من أول يوم الجمعة قبل الماضي لما نتنيان وابتدى يوجه للشباك أو جهاد الأمن الداخلي شفوا أن وزارة الدفاع تسجل الاجتماعات أو محضر الاجتماعات وأن ذلك المفروض لا يكون لأن القرار حاسم وهو يتخوف من المحاسبة يعني المحاسبة ستأتي ستأتي فكون أنه لا ينتفت إلى الحرب وليس ما حدثت بالضبط مع جول دمئير بعد حرب 73 بكل تأكيد وصلت الصورة طبعا اعتذر المقاطع الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشأن الإسرائيلي شكرا جزيلا لك وهنكمل كلامنا طبعا مع دكتور أشرف الشرقاوي عن المصير الذي ينتظر نتنياهو بعد انتهاء هذا التصعيد لكن بعد ما نروح لمجز الأهم الأخبار معها لتفضليها شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جونج مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دول القطاع الخاص في عملية التنمية في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنوع هيكله الإنتاجي وتوفير الفرص الواعدة للجزب الاستثمارات وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس السيسي بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين حذر وزير الخارجي يسمح شكري من أي محاولات جديدة داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات لا تتضمن مطالبات لوقف إطلاق النار للحلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التدهور الذي قد يقود المنطقة إلى منعطف خطير وطالب شكري بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني والوقف الفوري لإطلاق النار وأطالبكم اليوم قبل فوات الأوان وباعتبار المجلس أعلى هيئة سياسية معنية بحفظ الإمن والسلام الدوليين بالعمل على الآتي أولا الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط ثانيا وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القصري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى أي مكان خارج أرضه وبما يمثل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم الحرب ثالثا توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني الأعزل رابعا ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية كخوة قائمة بالإحتلال خامسا التوصل إلى صيغة ملزمة لإنفاذ تسوية صراع الإسرائيلي الفلسطيني أعلنت مصر دخول الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد تسلمت دفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية المقدمة من نظيره المصري وتحتوي الشحنة على عشرين شاحنة بها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني بالتنسيق المستمر لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة لقطاع غزة مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة وصلت إلى ميناء رفح البري قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري التي وجه بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والمشرف العام ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري لدعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة وتضم القافلة ثمانية عشر شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية مثل المياه والطعام والملابس في إطار حملة أغيث غزة حيث تعد القافلة أكبر قافلة إغاثية يسيرها الأزهر وتأتي انطلاقاً من دور الأزهر التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه عدة بلدات بمدينة جنين بالضفة الغربية وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة استشهد ثمانين فلسطينيين على الأقل ليلة ثلاثاء الأربعاء في قصف الاحتلال الإسرائيلي وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى خمسة ألاف وثمانمائة شخصاً وثمانية عشر ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة إصابات وجرحة في صفوف المواطنين أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة إذا لم تتزاود بالوقود كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي من أنه بدون الوقود لن يمكن إيصال المساعدات ولم تحصل المستشفيات على الكهرباء ولم يمكن تنقية مياه الشرب أو حتى ضخها انتهى موجز التاسعة وعودة لشازلي ومنا واستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر عودة ليكم مرة تانية شازلي ومنا شكرا لك يا هالة مشاهدين خلينا نكمل كلامنا مع دكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة ونتكلم ونستكمل كلامنا عن ماذا يحدث في الداخل الإسرائيلي لسه كنا بنتكلم في نقطة الشارع الإسرائيلي والانقسامات الموجودة وهل وارد حدوث انقسامات داخل الحكومة نفسها نحن كنا نتكلم عن الشارع الإسرائيلي أنا عايزة أتقل للجيش الإسرائيلي النهاردة مبارح بالضبط صحيفة إيديعوت موقع وينت نشر أنه هناك 150 موشح للخدمة في الجيش الإسرائيلي أرسلوا برسالة إلى رئيس الوزراء بيمينة النياهو بيعرنوا فيها أنه لن يخدموا في الجيش الإسرائيلي طالما هو جيش احتلال وأنه قبل أن يبدأوا خدمة في الجيش يجب انهاء الاحتلال إذن الجيش الإسرائيلي نفسه تدحصل فيه انقسامات اللي أنا عايز أقوله أنه نفس الكلام ده حصل بعد حرب أكتوبا 73 بداية بما يوصف بخطاب الزباط مجموعة من الزباط الاحتياط أرسلوا رسالة لرئيس الوزراء في ذلك الوقت أعلنوا فيها أنهم سيرقفوا عن الخدمة في الجيش الإسرائيلي والتطور اللي حصل بعد كده نشأ عنه حركة السلام الآن وبعد كده انفيار الحكومة الإسرائيلية وبعد كده انتخابات وجه اليمين مكان اليسار اللي بيحصل دلوقتي تحاول وممسل الحكومة الإسرائيلية فقط مصداقيتها تماما حتى في نظر الجيش الإسرائيلي وبدالي بدأ المواشرحين للخدمة في الجيش الإسرائيلي يعترضوا على الوضع الحالي يقولوا أن الوضع ده لا يمكن أن يستمر وغير مقبول أنه يستمر وده بينزر بأنه إذا لم تستجب الحكومة وإذا لم تستقيل الحكومة وإذا لم تتغير الحكومة بحكومة أخرى أكثر يحصل قسام كامل في الجيش الإسرائيلي وده طبعا حاجة ما تحبزهاش للحكومات الإسرائيلية نقطة تاني كنت عايز أتكلم فيها أنه من الواضح تماما في الفترة الحالية أنه الفلسطينيين بدأوا يكسبوا الحرب الإعلامية بعدما بدأت الخسائي الفلسطينية وخصوصا بين الأطفال تتزايد بشكل ملحوظ وبعد أن ظهر كذب الإدعاة الإسرائيلية بخصوص الأطفال اللي يزبحوا وبخصوص النساء اللي يقتصبوا كلام ده كله يبقى إذن إدعاة الإسرائيلية كانت كاذبة العالم كله يعرف كده وابتدى يظهر أنه الجانب الفلسطيني مصطلعف وابتدى يربح الحرب الإعلامية النتيجة اللي بتحصل عادة لأنه كان ده بيتكرر كتير في التاريخ اللي بيحصل نتيجة لذلك خطوة بيعملها الأمن الإسرائيلي لأنه إسرائيل اللي بيحكمها فعلا الأجهزة الأمنية مش الحكومة ولا الرئيس المزاري بيعملوا حاجة جريبة جدا عملية فدائية إزاي ما فيش حد يعمل عملية فدائية في الظروف دي لكن يجيب جثة لواحد فلسطيني مات في السجن ويلف حواليها حزام ناسف ويحطها في حتة هيحصل فيها اجتماع ويفجرها يحصل ضحاري يقولك الفلسطيني انتحاري فجر نفسه أو يعمل إعلان بك مطلوب سائقين يروح واحد فلسطيني يشتغل يقوله روح انتظر زبون في الحتة الفلانية ده حصل قبل كده؟ مكان زحمة ويقف بعربيته ويفجر العربية يقولك انتحاري فلسطيني فجر نفسه بسيارة مفخخة كل ده عشان يكسب الحرب الإعلامية لأنه بمجاوب ما يعمل كده هترجع للحرب الإعلامية تاني وبدأك تقول لا ده الإسرائيل بيسقط لهم ضحايا ده الإسرائيل بسقط لهم مدني أمبياء ده الفلسطيني متوحشين ده بيموتوا عشان يموتوا الإسرائيليين هي ده النقطة اللي أنا عايزها في التنظر لها لأن دي هتحصل في المرحلة القادمة عشان يغطوا على فشلهم بالإعلامية طيب نتني هون في الحكومة بقالوا بكتير قوي تقريبا خمس فترات أو ستة تسع سيف الحكومة ده في العودة بتاعته في الكمبير بتاعته وقبل كده كان له حوالي عشر سيف الحكومة هو طول قوي في الحكومة ليه ليه ماذا قدم لشعبه يعني عشان عشان يفضل موجودته قدم لشعبه كل فشل وكل التطرف الشعوب في فترات التطرف أشبه بالشعوب الفشية بتاميل للحكومة الأكثر تطرفة وكل ما تحس أنه تطرف الحكومة زاد كل ما يزيد تأييدها ليه في تعطش في الدماء إسرائيل في الفترة الأخيرة بتتجه كثيرا نحية اليمين بيزيد تجاه نحية اليمين ونحية الأحزاب المتدينة نتيجة كده كانت تبتلت ظهور حركات دينية تدعو إلى اقتحان المسجد الأخصى مش بس كده لا وهدمه وإقامة المعبد أو الهيكل اليهودي نقطة تاريخية في الحتة دي تاريخيا ما فيش حاجة في الحتة دي اسمها الهيكل سليماني ما فيش هيكل يهودي تاريخيا دينيا أنا مش دعو بالدين لأنه التوراة ما هيش كتاب تاريخ لكن سياسيا بعد حرب سوعة ستين الإسرائيليين حفروا تحت الحرم القدسي في كل الاتجاهات وعملوا أنفاء منها دلوقتي أنفاء عملوها للسياحة وعملوا فيها بزرات وحاجات كده كان الهدف منها أن يجدوا أثر يدل على أنه كان فيه هنا هيكل يهودي لم يجدوا أثر ليس يدل على الهيكل يدل على أنه كان فيه يهودي في الحتة دي أساسا في كل التاريخ يبقى إذن ما كانت فيه أي وجود لليهود تاريخيا في القدس الأول وجود لليهود سمح به السلطان سليم عندما سمح لهم بالبكاء عن الحائط الغربي للمسجد الأقصى أو الحرام القدسي وهذا الحائط اللي بيدعو أنه جزء من الهيكل هو مقام على بقايا معبد يوناني يرجع إلى القدن الأول الميلادي وليس إلى سليمان عليه السلام حركة لسه تتكلم عن التعاطف اللي ممكن يتم اكتسابه عن طريق الإعلام خلينا نتكلم عن شكل مختلف من إعلام أكتر حداثة وأكتر وصولاً لمختلف الفئات السوشال ميديا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بيقولوا إيه عما يحدث في الداخل الإسرائيلي عايز أقول حضاريك أنه إسرائيل ما فيهاش القدر الحرية اللي احنا نتخيله مواقع التواصل الاجتماعي زيها زي الصحافة بتتعرض لرقابة مشددة رقابة عسكرية مش بس كده ده فيه كمان دخول لعناصر من المخابرات العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي ده رصد من يخرج عن المينستريم التجاه الرئيسي الطيار الرئيسي واعتقالهم محاسبتهم مش بس كده هؤلاء فيه وحدات معينة من المخابرات الإسرائيلية بتعمل حاجات متعلقة بالإعلام بالسوشال ميديا عندنا بتعمل حاجات معينة باكبوستات معينة عشان تجزب السوشال ميديا عندنا في اتجاه معينة على سبيل المثال مثلا فيه فيديو الإعلامية مشهورة كان بتتكلم فيه بلغة عربية راكيتة مش حلوة قوي لكن الفيديو لأنه اللغة مش مزبوطة قوي انتشر بشدة سواء في أوصات دارسة دغوة العربية هنا أو في الأوساط الإسرائيلية عشان يتريقوا عليه لكن كان بيحمل رسالة لما انتشر عشان يتريقوا عليه ان ده سمعت الرسالة فلما سمعت الرسالة بقت مشكلة انه فيه رسالة فنعمل ايه ابتدى الطيار الأمني على السوشال ميديا خدت الفيديو وركب عليه بالذكاء الصناعي صوت لشخص لنفس المذيعة وها بتتكلم المراضي بقى بتتكلم هي متعافشة بأساسا ده كده حلها بتتكلم عربية بالطلاقة وبتقول الرسالة بتقول فيها انها بده دين حماس وبتؤيد الموقف الإسرائيل ده اللي بيحصل في الميديا الإسرائيلية طيب لو تنحى نيتنيا هل أنا اضطرت جدلا أنه هو تنحى ويستقال من الحكوم واستقال من الحكوم هل ده هيرضي الشعب هو مبدئية اللي هيرضي الشعب إجاء انتخابات جديدة وما تصفر عنه الانتخابات الجديدة هو اللي هيرضي الشعب الانتخابات الجديدة في هذه الحالة طبعا اليمين في أدنى حالته لأنه الفشل الأمني اللي حدث خل اليمين يفقد قضية كبيرة جدا وبالتالي إذا أجريت الانتخابات في هذه الظروف الحالية أعتقد أنه اليمين هيفقد مساحة كبيرة جدا من تأييد لكن أنا أعتقد أن نتنياهو حتى مع إحساسه بدون يسقط حيظل يحاول أن يماط ويطيل في الحكم إلا أن تنعادل الكفة لصالح اليمين قليلا لكن هو في كل أحوال أنا أعتقد أنه في خلال أسابيع مش أقولك مش شهور أسابيع بعد الحرب حيسقط نتنياهو لكن في محاكمة بتنتظر له محالة بتهمة الفساد هي بفهاش كلام هيحاكم وحيسجد على فكرة هو المحاكمة والسجن عادة هتبقى بتهمة الفساد لكن هو قابل عن الفشل زي ما حصل مع إهود أولمرت بعد حرب لبنان 2006 إهود أولمرت كان فاسد وكان عنده مخالفات فساد كثيرة جدا لم يحاسب عنها سوى بعد الفشل أمام حزب الله في 2006 فخوسم والسجن طيب قراءة مستقبلية لما سيحدث في الشارع الإسرائيلي في الفترة المقبلة في الفترة المقبلة متوقع أنه إذا ما توقفش إطلاق النار ستزيد الاحتجاجات في إسرائيل لأنه عائلات الأسرة مش هتسكت هتظل تصاعد احتجاجاتها وهتزيد احتجاجات تانية بطالب استقالة نتنياهو بسبب التعداد القضائية اللي لحد لحظتنا هذه لم يعلن تراجعوا عنها وهي تقسم المجتمع الإسرائيلي وحتى الجيش الإسرائيلي إلى قسم المتناحرين وهناك احتجاجات ثالثة داخل الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بمصداقية الحرب وما يتعلق بضرورة استمرار الحرب لأنه الحرب مهاش حتمية وبالتالي إذا لم تتوقف حرب أنه الاحتجاجات دي هتتصاعد وإذا توقفت برضو هتتصاعد ولكن بشكل أكثر تحضرا وفي كل الأحوال سيسقط نتنياهو في خلال الأسابيع لكن إذا استمرت الحرب بهذا الشكل بكل تأكيد فيه خسائر إسرائيلية برضو يمكن الإعلام مش مركز عليها أول لكن فيه خسائر في الداخل إسرائيلي هو فيه خسائر الإعلام الإسرائيلي ما بيجيبش خسائر في وقت الحرب وما يفهاش كلام في حرب البناء في المسلطة أول قصف إسرائيلي كان أسف أول قصف الحزب الله كان على ميناء حيفا سقط فيه 70 قتيل نشر الإعلام الإسرائيلي صوت 70 جثة على رصيف الميناء بعدها فرض حظر كامل على تغطير الحرب النهاردة فيه صوائح من المقابلة بتطلق على مدن الإسرائيلية وفيه تعتيم كامل على نتيجة إطلاق خسائر البشرية ما يبقى تعملش معها ببساطة وبالتالي خايفين من تصاعد احتجاجات المجتمع الإسرائيلي فبيحتيبوا عنه صور الخسائر البشرية بيعبروا إيه بعد كده في الخسائر البشرية دي ما هو فيه ناس ماتت خبراك بعد الحرب يبتدي يطلع لك مثلا حدث السيارة بين سيارة كذا وأوتوبيس كذا ومات فيها 21 حدث السيارة مش عارفها ومات فيها 13 حدث خسرة فيها إسرائيل أكثر من 10 ألف قتيل لكنهم أعلنوا أنهم خسرهم ألفين قتيل بس التمتالي ظهروا بعد كده في حواد السطر التعامل مع زوينهم بيكون إزاي التعامل مع زوينهم بالنسبة لما أعلن أنهم سخطوا في الحرب بيعاملوا أنهم جنود سخطوا في الحرب ولهم مستحقات كانة الباقي كله محدش يعرف مين اللي سخط في الحرب ومين اللي مات في حدثة لأ بنعابل بنقول لله وفي أفين واحد ماتوا في الحرب وبندي مستحقتهم للعشر التعاف كده هم بيتعامل بنفس المعامل لكن الإعلان أنه فيه ناس ماتت في الحرب وفيه ناس ماتت في الحوادث أكيد أكيد نحن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجمعة المنصورة شرفتنا فن الله يخليكنا متشكري جدا أنا أتشرفت بكم وأتشكر بالبرنامج بكتابه جميل جدا شكرا لحضرتك من أكثر البرامل التميجزة في تليزو البصر دي شهد أفن شكرا جزيلا لك